اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان الجو لطيف جدا وبالليل بيوصلوا صاحبهم فيلكان للبيت وبيكون لسه عايز يمشي بس بتيكي الشحنة وبتخبطه وبنشوفهم بعدها في المستشفى وبيتطمنوا على صاحبهم فيلكان وبيعرفوه ان المديرة رفدتهم من الشو وبيرجع بعدها فيلكان للبيت وبنشوفه وهو بيدور على وظيفة في الجورنال وبيلاقي فعلا وظيفة في مصرف صغير وبيكون فيلكان عنده قوة خارقة بانه هو بيتعافى بسرعة كبيرة وبيروح بعدها للمصرف اللي هيشتغل فيه وبيلاقيه عبارة عن بيت في نفس الوقت وبيقول له صاحب المصرف انه عيانه مش قادر يتعامل مع العملاء وعلشان كده هيشغلوا عنده مدير وبيبتدئ يفرقوا على المكان وبيشرح له طبيعة العملها تكون ازاي وبيعرفوا كمان على بنته واللي بيكون اسمها جيونغ وبيقول له ان بنته نفسها تبقى مظيفة طيران وتاني يوم بيمشي روتينه اليومي كالعادة وبيروح الشغل وهناك بيقول له اتصال من صحابه وبيقولوا ان هما هيعدوا عليه علشان يزوروه وبنشوف بعدها صحابه وكانوا بيتكلموا معاه وبيكونوا مستغربين علشان هو راح يشتغل تاني يوم بعد الحدثة اللي حصلت له وبيدخل عليهم مونجو اللي شفناه في بداية الفيلم واول ما بيدخل بيعرف بقوته الخرقة يوقفهم كلهم عن الحركة وبيتحكم في دماغهم واللي بنعرف انه هو قهل المصرف علشان يسرقه وبيكونوا الوحيد اللي معرفش يسيطر عليه هو فيلكان وبيقوموا فجأة صحاب فيلكان وبيهجموه وبيكون مش عارف ما لهم وهم اللي بيعملوا معه كده وبيعرف مونجو انه هو يسيطر على جيونج وبيخليها تغز فيلكان بالسكين وبيبتدي كمان الرئيس يعمل حاجات غريبة وبيعشر دماغه جوه الحديد وبيروح فيلكان ضارب مونجو وبيقول له يوقف كل اللي بيعمله ولما بيروح علشان يساعد الرئيس بيقوم الرئيس من كهربه وبيقعه هما الاتنين وبيرجع مونجو يمشي وبنشوفه من أعلوم على المستشفى بس فيلكان بتعافى بسرعة كبيرة وبيموت الرئيس بتاعه وفي الوقت ده بنشوف مونجو وكان قاعد بيبص على شركة وبيعرف انه هو يخلي كل الموظفين اللي فيها يقتلوا نفسهم وتاني يوم بيكون فيلكان وصحابه في عزر الرئيس وبيروح فيلكان عند جيونج وبيقول له ما تضعفش بعد موت والدها وبيطلب منها تكمل حلمها وتبقى مظيفة طيران وبالليل بيروح فيلكان وصحابه على المصرف ولما بيبصوا في تسكيلات الكاميرا بيستغربوا من نفسهم هما بيهجموا فيلكان وساعتها بيعرفوا ان مونجو عند قوة خرقه يقدر من خلالها يتحكم في الناس وبيكونوا مش عارفين ليه الوحيد اللي متأثرش هو فيلكان وبيقولوا انهما هيخدوا تسكيل الكاميرا دي للبوليس بس فجأة بيظهر لهم مونجو لايف على الكاميرا وبيكونوا عايزين يهربوا بس بيتفجأوا ان مونجو معها أعداد كبيرة من الناس اللي بيسيطر عليهم وبيعرفوا صحاب فيلكان ان هما يهربوا وبيرقع فيلكان للمصرف علشان ياخد تسكيل الكاميرا لكنه بيتحاصر هناك وما بيعرفش يخرج تاني علشان لو عرفوا ان هو موجود في المصرف هيقتلوه بس بيقرر ان هو يهرب وبينجح فعلا في ده وبيأخدوا العربية ويمشي وبيشوف مونجو في الطريق وكان عايز يخلص عليه بس بيعرف مونجو ان هو يهرب واما بيصلوا فيلكان بيسأله هو ازاي بيعرف يعمل كل ده في الناس و بيكون ردوا عليه ان هو بيعرف ان يسيطر أي حoxide لمجورد ما يبصو في عينه و بيقولوا له منجو و بيقولوا ان هيخلص عليه بس بيعرف ففيلكان ان هو يكهربوا و بيفيخليوا يفقد الوعي و بيقوم بعدها ضربوا و بيأخدوا المركز الشرطة و بيعود هو يتكلم مع الزابط و بيقول له الزابط ان هو مقنون علي شان لك احد يسيطر على الناس و بيروقع من الزابط عند منجو و بيطلب من زملائه يشيل الغطاء من اعينه وبيكونوا خايفين وبيقولوا للظابط ان التسكيل اللي ادهوا لهم فيلكان كان شكله غريب فعلا وبيرجع الظابط يشيل الغطاء من عينه وبيبتدي يتجنن وبيقوم ضارب على فيلكان نار وبيعرف فيلكان ان هو يضرب الظابط وبياخد منه المسدس وبيكون عايز يخلص على منجو لكنه بيهرب من الشباك وبيفضل يجري وراه وبيلاقي يسيطر على جميع الناس اللي في محطة الاطر بس كان فيه طفل رضيء وهو الوحيد اللي معرفش يسيطر عليه وبيقول له فيلكان ان هو هيخلص عليه بس الناس كلها بتبتدي تهجمه وبيكون منجو سيطر على عائلة ست وبيخليها ترمي ابنها لقدام الاطر وبيعرف فيلكان ان هو ينقذ الطفل في اخر لحظة وبنشوف الناس كلها رجعت لطبيعتها وبتيجي الست تاخد ابنها وبتطرب فيلكان علشان كانت فاكرها ان هو عايز يخطفه وبتكون حالته صعبة جدا علشان هو نزف دم كتير وبيروح له منجو وبيلاقيه مغمى عليه وبيفتكره ميت وبيمشي وبنشوف بعدها صحاب فيلكان وكانوا شايفين الاخبار بتقول ان صاحبهم فيلكان سرع مركز الشرطة وكان معاه حد تاني وتاني يوم بنشوف فيلكان راح لصحابه وبيكون خف بسرعة كبيرة كالعادة وبيروحوا بعدها هم الثلاثة عند صاحب مصرف وبيسأله اذا يتعرض للسلاة في يوم من الايام من حد شبح وبيطلبوهم انه يديهم تسجيل الكاميرات اللي معاه علشان يتأكدوا انه منجو ما سرع يشوف فلوس من عنده وبيكون صاحب المصرف مستغرب من كلامهم وبيفتكرهم ما جادين وبيوم ممشيهم وبالليل بنشوف صاحب فيلكان وكان بيقولهم انه عارف يعمل شوية تعديلات على المسدس وخلاه عبارة عن شعاء من الضوء بيصيب اي حد بالعمر وبيوموا مجربين السلاح وبينجح الاختراع فعلا وبيقولوا انه هم هيتخلصوا من منجو بالسلاح ده علشان مش هيعرف يسيطر على الناس وهو كفيف وفي الوقت ده بنشوف والدة منجو اللي شفناها في بداية الفيلم وكان البوليس في بيتها وكان بيدور على منجو علشان فاكرين انه هو سرع مركز الشرطة وساعتها بيوصل منجو وبيعرف انه هو يسيطر على رجال الشرطة وبياخد من حد فيهم سلاح وكان عايز يخلص على والدته لكنه بيتراجع في اخر لحظة وبيمشي وبيعرف انه هو يخلي رجال الشرطة يشيلوا غطاء الصرف ويرموا نفسهم ويموتوا وبنشوف والدته وكان مغمى عليها واما بتفوق بتلاقيه كان سايب لها شنطة فلوس من الفلوس اللي بيسرقها وتاني يوم بيكون بالكان وصحابه في العربية وبيدوروا على منجو علشان يخلصوا عليه وبنشوف بالكان وكان نايم في العربية وبيصحى على صد صاحبه اليون وهو بيصرخ علشان كراو كان عايز يقتله وبيعرف ان هما يوقفوا صاحبهم كراو وهنا بيعرف بالكان ان منجو هو اللي عمل كده في كراو وبيشوف منجو وكان فوق المبنى وبيبصوا نحيتهم وبيطلع من العربية بسرعة وبيجري للمبنى بس بيكون منجو سيطر على جميع سكان المبنى وبيخلي حد فيهم يتكلم مع بالكان وكان بيقوله انه هو افتكر وميت لما كان في محطة الاطر وبيرجع منجو يتكلم بنفسه وبيقوله انه هو السبب في موت الرئيس بتاعه وانه هو كمان هيكون السبب في موت الناس دول لو ممشيش وبيكون رده عليه انه هو ما كانش السبب في موت حد وبنشوف مونجو ابتدى يخلي الناس تقتل نفسها علشان يثبت له ان هو بيتسبب في موت الناس وبترجع الناس لطبعتها فجأة وبيشوفوا اهلهم ميتين وبنشوف بعدها مونجو وهو ماشي في الشارع وبنشوف صحاب في الكان في اوشه وبيوموا ضربين عليه بسلاح الشعاع لكنه ما بيتأثرش منه وبيعرف ان هو يسيطر عليهم وبيخليهم يرموا الحاجات اللي معهم وبيمشيهم وراءه وبنشوف الكان وصل وبلاقي السلاح والخزة بتاع صحابه وبيعرف ان مونجو اخدهم معاه وبيروح بعدها للمصرف وهو منهار وهناك بيشوف صحابه وكان على رقابهم حبل المشناه وبيتخبط فجأة في دماغه وبيغمى عليه واما بيفوق بيلاقي نفسه متعلق على حبل المشناه هو كمان وبيقيله مونجو وبيقوله ان هو هي موته علشان هو اللي يتسبب في موت الناس وبيوم يسيطر علي صحابه وبيخليهم يشنون نفسهم وبيرجع يشنب في الكان كمان وبيمشي وبيشوف في الكان مشروط كان متعلق وبيعرف ان هو يوقعه لأيديه وبيخلص نفسه من المشناه وبيروح يلقي صحابه بس بيكونوا خلاص ماتوا وبيكون منهار وبيقرر ان هو هياخد حقهم واما بيقري وراه بلايه يركب عربيته وكمان كان معه جونك بنت الرئيس وانا بنعرف ان هو سيطر عليها هي كمان وبيروح واخد عربيته وبيقري وراه وبيعرف مونجو ان في الكان ماشي وراه بس بيكون مش مركز في الطريق وبيعمل حدثه وبنشوفه بعدها طلع من العربية وبينسى ياخد رقل صناعية معاه وبيشوف بلكان كان جاي ناحيته وبيعرف ان هو يستجمع كل طاقته وبيخلي العربيات كلها تخبط في بعض وبياخد كمان سلاح من شرط المرور وبيضرب على بلكان نار وبنشوفه بعدها رح ياخد رقل صناعية وبيخلي جونك تمشي وراه وبيعرف ان هو يسيطر علي جميع الناس وبيوقفهم في مكانهم وبيطلع هو وجونك بالأسانسير لسطح المبنى وبنشوف كمان بلكان طلع لسطح المبنى وما بيلاقاش غير من جو وبيروح ضربه وبيسأله على مكان جونك وبيشورله عليها وبنشوفه وكانت في حافة مبنى وعايزة تقتل نفسها وبيروح بلكان علشان يلحقها بس مونجو بيضربه بالنار وبيقاعه على الارض وبيقوله ان هو يخلص عليه علشان هو اللي بيخليه يقتل الناس وبيعرف بلكان ان هو يستجمع كل قوته وبيوقعه هما الاتنين على الارض وبيموتوا وبالليل بنشوف جونك فائت وما جرلهاش حاجة وبنشوف كمان بلكان وكان لسه عايش وما ماتش وفي الاخر بيكون فيلكان قاعد فوق عربه وبيمشي في محطة الاطر وبيشوف هناك جونك وكانت مستنية الاطر وبيعرف انها بقت مظيفة طيران وبيتقيله جونك وبتسلم عليه وبيسمعه فجأة صوت الناس وهي بتصرخ علشان في طفلة مرمية في سكة الاطر وساعدتها بيستجمع فيلكان كله تقته بس الاطر بيعديه بموت الطفلة وبتشوف جونك الطفلة وكانت في حضن فيلكان وما ماتتش وهنا بنعرف ان فيلكان تعافى بسرعة كبيرة كالعادة وبقى سبب في انقاذ الناس وبيخلص الفيلم الفيديو ده كتبوا عمر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكما انتبعونا على قناة أنمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصة الكارتون وهتلاهوا روابط الانستا تحت في الوصف ويعملوا الهافول وهي كمان سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة